طيب تعالوا بقى ندخل بنا يا حضرات على منتخبنا واللي ان شاء الله كل دعواتنا متواصلة لغاية انطلاق هذه المباراة اللي طبعا بصدر الحديث حولها بدأ العد التنازلي على مباراة طبعا مصر والسنغال بإذن الله وان شاء الله نحسم التأهل من هنا من القاهرة قبل ما نسافر للمطش العودة بس انا الحقيقة بقول في الحتة دي يعني جزئية كده بتحضرني في هذا الاطار ورسالة بتوجه بيها اكيد انا وكتير من الناس اللي اكيد برضو ممكن يمتفقين معايا بشأنها كلمتين كده لنا ولجماهير المنتخب في كل مكان وخصوصا الجماهير اللي هيحضروا ان شاء الله المباراة في الاستاذ لازم ندعم منتخبنا بقوة وبروح مش ندعم اللعيب الفلاني منفردا لمجرد انه بينتمي للنادي اللي انا بنتمي دي او النادي اللي انا بشجعه احنا لازم نشجع وندعم منتخبنا بمنتهى قوة احنا بنلعب في بطولة كبيرة جدا 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 وما فيش مساحة بقى لسمها ايه اصداق اهلاوي وده زم الكاوي ده فراميت زاوي وده اسم علاوي بالظبط كده مفيش مساحة للنوع ده من الامور خرص احنا بتآخر نتكلم على منتخب مصر اللعيبة دي بيلعبه تحت شعار عالم مصر ونبسين تشارته منتخب مصر ده اللي منتخبنا منتظره مننا كجماهير سواء حضرة في الاستاذ او جماهير بتشجع في كل مكان احنا بدورنا كلنا ثقة في الجهاز الفني وفي اللعيبة وعايزين الستين الف مشجع اللي ان شاء الله هيحضروا ويشجعوا التسعين دقيقة او ايا كانت بقى المدة اللي حتصل اليها هذه المباراة عايزين استاذ القاهرة يشتعل بالنشيد الوطني وبتشجيع لعيبة المنتخب بشكل متساوي بس هيحصل هيحصل ان شاء الله انا مش عارفة انا كان نفسي نحدى ممكن نزبط الموضوع ده بس هيحصل وحيبقى مشاهد محترم جدا احنا متأكدين من ده